السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين العزاء اهلا بكم مع معلومة جديدة في عالم زراعة اشجر الفكهة النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة شجرة الجوافة في الارض المستديمة وافضل وقت لزراعة شجرة الجوافة وبعد المعلومات البسيطة عن شجرة الجوافة زي ما احنا شايفين احنا سقينا الشتلة في الكيس قبل الزراعة زي ما احنا متعودين اي شتلة بنزراعة لازم نسقيها الاول في الكيس علشان التربة تتماسك اه حوالين الجزور شجرة الجوافة ممكن نزراعها وهي في كيس صغير في زي كده ما فيش مشكلة اه ويفضل اللي هي تكون صغيرة هي حوالي اه خمسين سنتي يفضل ازرع شجرة الجوافة وهي صغيرة مش مش حجمها كبيرة علشان اه النموة بيكون اقوى في في الطربة زي ما احنا شايفين احنا بنقطع الكيس من اسفل بقطر او مشرط الاتنين واحد اه وبعد كده بن بنحطها في في الحفرة احنا بنحفر اه حفرة بنفس حجم الكيس اه بعمق الكيس او اه اقل شوية علشان اه مش مشكلة مع الجوافة لو انا يعني حفرت شوية زيادة مش مشكلة لكن مع المنجة لأ بعد كده بنردم حوالين الكيس بالطربة بنردم وقبل ما نشيل الكيس بنردم الاول علشان لما نشد الكيس لأعلى ما يحصلش تفكك للطربة اللي هي داخل الكيس بنشد الكيس لأعلى ونواصل الردم حوالين اه ساق الشجرة ونضغط حوالين ساق الشجرة علشان نفرغ الهوى ما يحصلش اه ها اللي الجزور تاخد معايا هوى وتنجع عملية الزراعة وبعد كده بنسقي الشتلة بالمياه واحنا بنسقي الشتلة بالمياه نحاول اه واحنا بنصب بالمياه اه اللي احنا نصبها بعيدة عن الساق علشان الجزور ما يحصلهاش تكشف اه لان الجزور لو حصلها تكشف هتتعرض للشمس والهوى وعملية الزراعة هتفشل دي ازا عملية الزراعة ببساطة افضل وقت لزراعة شجرة الجوافة هو شهر تلاتة واربعة اه ممكن نزرع شجرة الجوافة فيهم ده افضل وقت وشكل اوراق شجرة الجوافة بالشكل ده اللون البنفسيجي واللون البني علشان هي كانت خارج الصوبة اه كانت في ماشتر خارج الصوبة فشيء طبيعي شجرة الجوافة اللي هي بيحصل لها كده في الشتاء لو هي مزروعة في في تربة مستديمة بتكون بالشكل ده علشان اه البرد وده عادي جدا و اه ومع بداية الربيع تتساقط بعض الاوراق ده عادي جدا و اه بيحصل اه نمو الاوراق جديدة مع الازهار في شهر اربعة تبدأ تجدد اوراق وازهار في نفس الوقت في بداية شهر اربعة الشجرة اللي احنا زرعناها بازن الله اه هتنتج صمار بعد سنتين من الزراعة بازن الله في الارض المستديمة سنتين بالزبط ان شاء الله هتطرح اه سمار اه اه ازراعة شجرة الجوافة والعناية بيها سهلة جدا اسهل ما يكون ما بتحتاجش اسميدة كتيرة اسميدة يدوب اه بسيطة في شهر ثلاثة ممكن اسمد اه سلافات نشادر او نطارات نشادر وبوتاسيوم وطبعا تسميد العضو في شهر اثناشر ومع نمو الصمار في شهر سبعة من اه ندي دفعات تانية برضو من النطارات النشادر او سلافات النشادر مع البوتاسيوم سلافات البوتاسيوم او البديل ليهم الان بكي ده ما بتحتاجش اسميدة كتير يعني شجرة الجوافة سهلة جدا هي محبة جدا للمياه خاصة في الصيف فما نحاولش اللي احنا نعطرشها في الصيف يعني لازم نتابعها بالرأي في الصيف اه لو احنا عطشناها في الصيف هتتأثر جدا هي يعيب شجرة الجوافة اللي هي حساسة جدا لزبابة الفكهة ودي عزلها حلقة لوحدها لانها من اصعب ما يكون في المكافحة بسبب ريحة الصمار الصمار الجوافة لها ريحة نفازة بتجزي بالزبابة وفي نفس الوقت لونها اصفر فبتجزي بالزبابة اكتر خاصة لو هي مع مزروعة مع شجار فكهة تانية اه اذا مكافحة الزبابة في الا اه لو هي مزروعة مع شجار تانية بتكون صعبة جدا 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 الافضل اللي احنا نزرعها في مكان لوحدها علشان ما تتأثرش بزبابة الفكهة دي اصعب حاجة في شجرة الجوافة هي مكافحة زبابة الفكهة لكن هي شجرة سهلة جدا في الرعاية يا راي منتظم في في الصيف مع آآ سمات بسيط ان شاء الله الانتاج كثيف جدا وانتاج غزير جدا اتمنى اكون اقدمت معلومة مفيدة دمتم في رعاية الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة